طبعا الجو طبعا هناك واضح أنه عاصف يعني حتى من تمرينة الأهلي مبارح وحتى اللقطات اللي حضراتكم هتشوفوها واضح أنه الشتاء هناك شديد وواضح كمان أنه مصحوب برياح وأجواء عاصفة مبارح كانت كمان الأجواء ممطرة حتى الجهاز الفني قرر أنه ما يكملش التمرينة وزي ما ظهرت في الصور اللي جاي لنا من المغرب النهاردة كمان أنه الجو هناك واضح أنه الشتاء يعني نتمنى طبعا ده ما يأثرش على يعني أو أنه إلى حد ما بساعة المباراة بقى الدنيا إلى حد ما كويسان بقاش فيه أجواء أوروبية عارفين أنه أنتو التلجي بقى والمطر والحاجات دي يعني لعبتنا يمكن تكون مش متعودة عليها شوية فنتمنى إن شاء الله أنه بكرة هو الفريق حاليا في اللحظات اللي يعني إحنا بنظهر فيها مع حضراتكم دهاتي اتحرك من تطوان في طريقه لطانجا أو طانجا زي ما بيقولوا عليها يعني أشقاءنا في المغرب وهي طانجا اللي هتصدي في المباراة ملعب أعتقد ابن بطوطة هو الملعب اللي هتقام عليه مباراة الأهلي وأوكلين سيتي بكرة إن شاء الله هو ملعب تم تجديده بالكامل يعني يمكن أول ظهور للملعب في شكله جديد هيكون بكرة إن شاء الله في مواجهة الأهلي وأوكلين لشان كده الفرقتين اتحرموا منهما يعملوا التدريبة الرئيسية على الملعب يعني لسه واضح أنه الأشقاء في المغرب بيحطوا اللمسات الأخيرة على الملعب فبالتالي ما كانش فيه فرصة للفرقتين إن هم يتمرنوا عليه بس هرجع لموضوعنا مرة تانية قبل ما نشوف التدريبة أو التمرينة النهاردة وأطمينكم على الفرقة إن التوفيق يصنع الفارق هنتمنى إن شاء الله إنه أنا واثق طبعاً وتصريحات اللعيبة كلها اللي جاية بتقول إنه كله مركز بشكل كبير جداً في مباراة أوكلينت فكرة التوفيق تصنع الفارق؟ أه تصنع الفارق حتى لو كان فريق اللي أنت بتوجهه مش مجهول بالنسبة لك يعني مش معلوم أو حتى لو كان فريق اللي أنت بتوجهه أتقل منك في ناحية تسويقية أو حتى لو كان فريق اللي أنت بتوجهه هو بطل أوروبا الليفر مثلا في نهاية شامبيونز ديج قدام الريال صالة وجال عمل كل حاجة في الكورة وفي النهاية الريال خلص بهجمة وخد البطولة ده طبعا القطاط دي زي ما حالكم شايفينها اللي بقول لكم تحرك الفريق من تطوان لتانجا طريق جبلي نوعا ما يعني حتى كنا بنحاول نتواصل مع زبايلنا في البعثة لكن حتى يبدو انه الشبكة هناك مش يعني مش مستقرة عشان وجود الجبال وكده فحنحاول نتواصل معهم على مدار الحلقة ان شاء الله ان شاء الله البعثة توصل بالسلامة لتانجا من قبلها حتى تشيلسي والسيتي منشست السيتي وتشيلسي برضو دوري الأبطال قبل مباراة 99% تشيلسي يخسر اللقب السيتي هو الأجهز سيتي سكواد ما حصلتش السيتي في أفضل حالات وتشيلسي طلع من موسم سائق جد وقد كان برضو نفس السيناريو فالتوفيق يصنع الفرق بالتأكيد الأهم انك تكون مستعد وماتش بكرة مش سهل على الإطلاق عشان بس نحط الأمور نتكلمنا على الفوارق وانا جبت لكم تاريخ أكلن سيتي والنهاردة معايا مجموعة من الأرقام المرتبطة بالفريق وإحصائياته وبطولاته وأخطر اللي عابين فيه مصادر الخطورة اللي ممكن يشكلها الفريق على الأهلي بكرة طريقة اللعبة الأنسب طبعا بكرة ميسر يعني كل الناس في حيرة هل ميسر كولر ممكن يغير من طريقة لعبة أو من أسلوب لعبه اللي تعود عليه هنا أو اللي شفناه مع الأهلي من أول ما بدأ الموسم في بطولة زي بطولة المونديال مؤكس العالمينديا هل من الوارد أنه يغير لأربعة تلاتة تلاتة ويلعب بثلاتة في نص الملعب بدل ما بيلعب أربعة تنين تلاتة واحد مين الأفضل مين الأجهز للمشاركة في مباراة بكرة اللعبين أصحاب الخبرة اللي عندهم خبرة المشاركة في المونديال ولا اللعبين الأجهز فنيا وبدنيا ومعنويا ونفسيا كل ده داخل في حسابات ميسر كولر نارض التمرينة الأخيرة على نفس الملعب ملعب سنية الرمل طبعا في ملعب فرعي في استاد تطوان في المغرب استعدادا لمطش بكرة وزي ما حررتكم شايفين كل اللعابة الأهلي الحمد لله يعني جاهزين للمباراة وبالسر كولر قبل التمرينة يعني عمل زي محاضرة فنية يتكلم فيها مع اللعبين على متطلبات المباراة دي وكيفية التعامل معها وبعد كده أندريا سندويا قد ده الملعب اللي يستطدي في المباراة ده ملعب ابن بطوطة اللي هيستطدي في بكرة مواجهة الأهلي وأوكلين سيتي وزي ما عرفنا بما أنها مباراة فتتحية طبعا البطولة تذاكر المباراة نفذت بالكامل فبكرة هيكون في حضور جماهيري أعتقد طبعا أغلبه أو الأغلبية الكساحة فيها تكون من أشققنا في المغرب اللي ما عنديش شك ما عنديش شك أبدا أنهم هيقفوا في ظهر النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله في كل مباراة وبما أنه بعيد عن سكة الوداد يعني طبيعي جدا من الناس طبعا لو حصل أنه المواجهة بالأهلي والوداد أنه أكيد طبعا نحن لعبنا في المغرب وعارفين لكن في النهاية أعتقد أنه مشوار الأهلي سواء مع أوكلين سيتي أو إن شاء الله ربنا ووفقنا ونجحنا في تجاوز المباراة دي واللعبنا مع سيتيات الساوندرز عندي يقين أنه جمهير المغربية هتقف في ظهر النادي الأهلي ورهاننا كبير على ميستر كولر الحقيقة يمكن الراجل في كل المناسبات باستثناء كده يعني كباوات بسيطة لكن الحقيقة الراجل في كل المناسبات أقدم مباراة كبيرة جدا وأقدم مرضود جيد جدا وإجمالا يعني مشوار الأهلي معاه أكتر من رائح سلسلة لا هزيمة نتمنى أنه يعني ما نتمناش أحسن من أنه سلسلة لا هزيمة تستمر حتى نهاية البطولة دي وده معناه يبقى تتويج الأهلي باللقب إن شاء الله بإذن الله فكل شيء إن شاء الله وارد تركزنا مباراة مباراة حلم الأهلوية كبير جدا بس نوصل قبل نهاية ده حلم الكبيرة ويساعتها نبقى نفكر في المرحلة اللي بعد كده واحد فبراير أوكلن سيتي ويوم السابت إن شاء الله من بعد وسياتل ساوندز إذا قدرت تتخطى العقبتين دول الأهلي مع ريال مدريد بعد أسبوع تحديدا يوم الأربع ثمانية يناير كولر كان بيتكلم عن اللقاء وقال ما عندناش هدف غير نحن نوصل لبعيد يعني ما قالتش إن إحنا بقى جايين نحقق مركز أول ولا جايين نحقق برونزي قالك إحنا عايزين نوصل لقى بعد مدى ده هدفنا وعشان نوصل لده طريقتنا في ده هتكون التركيز في كل خطوة بشكل منفرد يعني هناخد كل مطش بمطش ما بنذاكرش وما بنتكلمش وما بنعرفش حاجة خالص عن سياتل ساوندز كل تركيزنا محطوط على فكرة المباراة بتاعت بكرة واللعيب ما بتتكلمش غير على أوكلن سيتي وأنا شوفنا مطشاط للفريق وذاكرنا الفريق كويس وعرفنا تعرفنا على نقاط القوى فيه ونقاط الضعف فيه ومستعدين للتعامل معه ده كلام مستر كولر وهو كلام محترم جدا نفس الكلام نتكلم عليه الشيناوي وقال إنه حتى في الجلسات اللي بتحصل بين اللعيبة وبعدها وخصوصا طبعا عندك يعني عندك لعيبة النهاردة عندها خبرة كبيرة جدا في مطشاط كاس العالم عندها رصيد كبير جدا من المشاركات أمام فرق تقيل وبالتالي كيفية الاستعداد والتحضير النفسي والمعنوي قبل المباراة يعني سيبك من التمرين أو سيبك من كلام المدير الفني لكن أنت كلعيب عشان تقعد بينك وبالنفسك تحضر وإنت بكرة الصبح عندك مباراة مع باي ميونيخ أو بو أنت بكرة الصبح عندك مباراة مع بالميراس ولا بكرة عندك مباراة مع مونتري فتبقى إلى حد كبير جدا محتاجة مجهود من كل واحد ويشتغل مع نفسه فاللعيبة عندها المخزون ده الحمد لله محترم جدا وخضم واجهات ملعارة تقيل كتير جدا فبالتالي ده إن شاء الله يكون عامل مساعد في مطشاط بكرة تحضر وياتب لأعطوة مع ت Gravity ويقديم forte